سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان مستقبل الامن السايبراني 2030 أسس جديدة وتناول مدى تسارع الابتكار الرقمي وتأثير على الامن السايبراني ودع التقرير صناع القرار إلى تبني استراتيجيات طويلة المدى لاغتنام الفرص التي يتيحها التحول الرقمي المتسارع وتخفيف المخاطر المرتبطة بها كما أكد ضرورة قيام القطاعين العام والخاص بالاستثمار في التعليم لعامة السكان لتقليل تعرضهم لمقاطر الامن السايبراني بالإضافة إلى العمل على تحسين المهارات الرقمية للقوى العاملة